في كتاب رسالة الجزري الذي يتضمن سرداً للأجهزة الآلية التي اختراعها العرب وصف لأحد هذه الأجهزة والتي أطلق عليها اسم نافورة الطاووس وكانت تستخدم في غسل الأيدي فتقدم المياه والصابون والمنشفة آلياً وبسبب هذا الاختراع يطلق على الجزري لقب أبو الإنسان الآلي أما في أوروبا فبرزت فكرة الآلات القادرة على تسهيل حياة البشر خلال القرون الوصبة وذلك عندما قام الفيلسوفان ألبرت فاغنوس وروجر باكون بدراسة الآلات ذاتية الحركة وصناعة البعض منها في عام 1495 ظهر أول تصميم للإنسان الآلي على يد ليوناردو دافينشي نعيش اليوم نقلة نوعية في تاريخ البشرية حيث بدأت الدول ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة بدخول عصر صناعة الروبوتات واستخدامها على نطاقات مؤسساتية أوسع وهي اليوم تسعى للتحول إلى مركز إقليمي لتصنيع الروبوتات وذلك ضمن استراتيجيتها لتسريع وتيرة العمل وفق معايير الاقتصاد المعرفي وكل ذلك بأيدي أبنائها المتخصصين في هذا المجال المستقبلي أرحب بكم في هذه الحلقة من علماء الإمارات لقد ساهم ظهور علم البيانات الضخمة في تزويد أنظمة الروبوتات بكفاءات عالية لم يكن بالإمكان الوصول إليها في الماضي كما أن اختراع أنواع حديثة من أجهزة الاستشعار وظهور انترنت الأشياء اللي ربط مختلف الأجهزة في شبكة واحدة قادرة على مراقبة جميع الظروف البيئية المحيطة والاستجابة بناء على المعلومات اللي تم جمعها كل هذه الأمور آتت في النهاية وكلها في بناء جيل من الروبوتات أكثر تعقيداً من أي وقت مضى واستخدامها في مختلف مجالات الحياة كالصناعة، الصحة، الأمن، ومساعدة البشر ما هو علم الروبوتات؟ علم الروبوتات هو العلم الذي يدرس جميع جوانب الصناعة المرتبطة بهندسة وبناء وتشغيل الروبوتات وهو معني بكيفية قيام أي نظام تكنولوجي مادي بأداء مهمة معينة تختصر الوقت والجهد كما أنه قائم على ثلاثة أساسيات الميكانيكا، الكهرباء والبرمجة من صغري أنا كنت أحب أشياء كثيرة أحب أخترع، أحب أطور، أحب أتعلم أشياء كثيرة الروبوتات اليوم متوفرة في كل مكان ممكن نحن نمر فيها ونتعامل معاها بدون ما نحن نحس من هو المهندس محمد مطر الشامسي؟ مؤسس نادي روبوت الإمارات في كليات التقنية العليا عام 2009 تم اختياره كأول خبير روبوت إماراتي لتنظيم مسابقة الروبوت في المهارات العالمية والمهارات الوطنية وكداعم للاختراعات والابتكارات قام بتأسيس شركة روبوهايتك عام 2010 وهي أول شركة مختصة في تطوير الروبوت في دولة الإمارات العربية المتحدة حصل على عدة جوائز مميزة منها المركز الأول في مسابقة كلية دبي للطلاب في الروبوت إضافة إلى تصنيفه ضمن قائمة أفضل مئة مخترع عربي في مسابقة نجوم العلوم وحصل على الميدالية الذهبية في الملتقى العلمي لشباب دول مجلس التعاون الخليجي في دبي عام 2009 في هذه الحلقة نتوقف عند هندسة الروبوتات ونسأل كيف بدأت علاقة ضيفنا محمد بتخصص هندسة الروبوتات من صغري أنا كنت أحب أشياء كثيرة أحب أخترع أحب أطور أحب أتعلم أشياء كثيرة فكنت دائما أحب مثلا أصلح الأشياء في البيت فكنت أحاول أعتمد على نفسي في الأشياء التي تحتاج مني مثلا تصليح أو شيء كنت أحب أشياء الإلكتروني كنت أفتحها بنفسي أحاول أصلحها و أعدل فيها لما تخرجت من التنوية العامة كنت أبحث عن تخصص مختلف تخصص ممكن أني أنا مثلا أبدع في هذا التخصص فبحثت تخصصات الموجودة فشفت أن مجال الروبوت هو مجال جديد مجال ممكن أن أحبه ومجال ممكن أن أطور فيه أكثر فحبيت هذا المجال وبحثت عن الجامعات المختصة في هذا المجال في الجولة ففي هذه الفترة لم يكن هناك تخصص مختص في مجال الروبوت لكن شفت تخصص الميكاترونيكس و أقرب مجال للروبوت وممكن أن أبدأ أتعلم أشياء لتخصص الروبوت وأطور من مهارتي فيه فكان هذا التخصص موجود في كليات التغنية العادية انضميت لكليات التغنية ومنها بلت أتعلم الأساسيات المختصة في هذا المجال ما هي أبرز التحديات في هذا المجال؟ وكيف تساهم مراكز البحوث في تطوير هذا العلم؟ الروبوتات اليوم توفرة في كل مكان ويمكن أننا نتعانل معها لا نشعر لو دعنا نرى ما نبريد الروبوتات استخدمها يمكن أنها موجودة اليوم في الطائرات الروبوتات تشغل بشكل طائر مثل الروبوت الآلي أو الطيار الآلي يتحكم بالطائرة توجد روبوتات المصانع توجد روبوتات عادت في التعليم توجد روبوتات مستخدمة في الطب فالروبوتات يختلف أشكالها ممكن يكون على شكل إنسان آلي هذا المتوقع للجدد الكثير لكن الروبوت ممكن يكون عبارة عن برنامج أو جهاز أو آلة تقوم بمهام معينة مبرمجة عليها وبيستخدام الاستشعارات الموجودة فيها ما هي أبرز العناصر أو المبادئ التي يقوم عليها علم الروبوتات؟ مثل ما نشوف الروبوتات مختلفة بأشكالها لكن تجتمع في ثلاث أشياء رئيسية أجهزة الأستشعار البرمجة أو جهاز التحكم والمخرجات أو اللي هي خلنا نقول الموتارات التي يتحكم فيها أو المخرجات لهذا الروبوت المستشعرات موجودة بأشكال مختلفة ممكن تستشعر عندنا الحرارة تستشعر عندنا الماكن المكان الموجودة فيه الأشياء اللي حول هذا الروبوت ممكن تنظر لأشياء تتعرف على أشياء مختلفة تحاصر هذا الروبوت في عندنا البرمجة والتي تدخل فيها الذكاء الاصطناعي والبرمجة الذكية بحيث أن تأخذ هذه المعلومات من المستشعرات وتحولها إلى أوامر يقوم الروبوت لاتخاذ الضرار فيها ويتحرك بطريقة معينة من خلالها هذه فكل الروبوتات تجتمع في ثلاث أشياء هذه الرئيسية بعض الروبوتات تتحول لتحكم عن بعد أو لرموت كنترول وفي ربوتات تتحكم فيها تحكم ذاتي بالكامل ما أهمية البرامج الداعمة للبحوث في هذا المجال مراكز البحوث تلعب دور كبير في تطوير علم الروبوت بالنسبة لتطوير مجالات الروبوت أو مجال الاختراع في هذا المجال على سبيل المثال في علم الطب محتاجين مثلا المراكز البحوث يطورون الروبوتات التي تقوم بعملية مثلا صناعة الروبوتات ممكن تقوم بعمليات جراحية ممكن تساعد الأطباء بعمل عمليات جراحية دقيقة جدا ممكن أيضا حاليا في ربوتات تقوم حتى عمليات جراحية عن بعد فمراكز البحوث في هذا المجال تقوم بتطوير هذه التقنيات وتطوير هذه الروبوتات بحيث أن تساهم في حل مشاكل يواجهها المجتمع فدائما الروبوتات توجد حلول لمشاكل مستقبلية وممكن منها تساعد الإنسان أو تساعد المجتمع في حل بعض هذه المشاكل فكثرت من هذه مراكز البحوث وكثرت انتشارها على مستوى العالم والتعاون فيما بينهم تساهم دائما في تطوير هذه الروبوتات ما أبرز المجالات التي ستعتمد على هندسة الروبوتات في المستقبل؟ مثل ما نشوف الروبوت داش في كثير من المجالات مثل المجال الزراعة، مجال الطب، مجال الصناعة ويضا رح يدخل في مجال كثير مستقبلية اليوم نشوف نحن مركبات ذاتية القيادة نشوف اليوم عمليات تقوم عن بعد في مجال الطب نشوف اليوم الصناعة مصانع أو صناعة قايمة على الروبوت فعلم الروبوت أو مجال الروبوت يدخل في كثير مجالات وين نشوف أنه ممكن يساعد في تقليل من التكلفة زيادة في الإنتاجية التقليل من المخاطر على البشر فهذه المجالات التي ستستخدم فيها الروبوت بشكل كبير الفترة الحالية كثير من الصناعة تعتمد على الروبوت وفي زيادة من الإنتاجية وتقليل من التكلفة في مجال الصناعة ما هي المهارات التي يحتاجها المقبلون على هذا التخصص؟ وما هي السمات التي يجب أن تتوفر في شخصية المتخصص في هذا المجال؟ علم الروبوت هو علم كبير علم يمتقسم إلى مجموعة من العلوم فيها علوم الإلكترونيات علوم الميكانيكة علوم الرياضيات علوم الذكاء الاصطناعي علوم الكمبيوتر أو الحاسب الآلي فهذه العلوم مختلفة فهذه العلوم الروبوت صار يدخل في مجالات كثيرة ومحتاج أشخاص مختصين في مجالات مختلفة لا يمكن اليوم أن يتم إنتاج الروبوت أو تصنيع الروبوت من خلال شخص واحد محتاجين لتخصصين في مجالات مختلفة بحيث أنهم يستطيعون يبنون أو تصميم صناعة الروبوت يقوم بمهام معينة فالشخاص اليوم يحتاجون مثلا مهارات في البرمجة تكون عند الشخص مثلا مهارة برمجة متازة عندنا شخاص مهتمين في مثلا الدكاء الاصطناعي وتطوير الدكاء الاصطناعي بحيث أن الروبوت يقدر يقوم بمهام مختلفة بحيث لو تغيرت عليه البيئة العمل وتغيرت في أشياء ممكن أن الروبوت يقوم بإتخاذ غرارات ذاتية ويكون غير مبرمجة عليها مثل ما يصير حاليا استخدامها في سيارات ذاتية القيادة ممكن تواجه السيارة أو المركبة هذه أشياء غير مبرمجة عليها على سبيل المثال وجود شخص خارج في الشارع أو وجود مركبة أخرى أو طريق غير مخطط في أشياء مختلفة فالذكاء الاصطناعي يقوم بإتخاذ غرارات تساهم أو تعدل من حركة الروبوت أو التحكم في هذا الروبوت بالإضافة أن الروبوت أو الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل كبير على علم الرياضيات وعلم الفيزياء والشخاص المهتمين في هذا المجال يجب أن يكون لديهم حب في الابتكار حب في الاختراع البحث والتطوير لديهم الصبر الروبوت ممكن اليوم أن نشوفه يعمل بشكل جيد لكن هناك عديد من البحث ووقت طويل من البحث والتطوير اللي قاموا فيه من التجارب بحيث أنه قدروا وصلوا لهذه النتيجة فالروبوت محتاجك الصبر في التجارب وإعادة البرمجة وإعادة التصناع والتصميم بحيث أنه يمكن الوصول إلى النتيجة المرقوبة فيها من أهم التخصصات الوظيفية التي يمكن لأبنائنا التفكير فيها والمرتبطة بهندسة الروبوتات أما أهم الوجهات التعليمية التي تخدم توجه الإمارات المستقبلي والوجهات التعليمية خارج الإمارات اشتركوا في القناة